من جانبه وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونا الشكر إلى مصر على جهودها من أجل توصلي لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لقطع غزة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك قال رئيس الوزراء الأردني إنه نقل رسالة شفاهية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي مفادها التأكيد على رفض تهدير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية تشرفت صباح هذا اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن حسين المعظم إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت بإعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القصري لأشقائنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه لأن هذا من شأنها أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفياتها ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر